التمني نوع من أنواع الغفلة والعجز اللي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فيا سادة التمني ده يحطم الهمة التمني ده يغطي المدد الواحد ما يشوفش مدد ربنا المتمني يسعى وكأنه يأمن الله المتمني كأنه يختبر مولاه فالمتمني بيبان أنه بيحسن ظنه في الله لكنه في الحقيقة بيسيء الأدم مع مولاه سبحانه وتعالى هو بيعيش بهواه مش على مراد الله مش على أم مراد الله أبدا وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة يبقى إذن فإن اللي حاصل لازم نتبين ده أصحيح التدين الكمي رب الناس على الإله المتربس لكن ما ينفعش وإحنا بنهرب من وهم الإله المتربس نرب الناس على التمني والناس تعيش على إن الله هو محقق الأمال إن الله سبحانه وتعالى وفق مراده وإزايك واحد لو ربنا ما تدلوش اللي هو عايزه يقول له أنا أتخليني أشق في وجودك ليه أعوذ بالله لأنه أتربع على إن ربنا محقق الأمال لا يا سيدي لا يا عباد الله الله هو الله الله يحقق لك أمالك ولكنه يتفضل عليك أمالك لا تتحقق لك بإيه بتمنيك ليس بأمانيكم الله لا يحقق لك ما تطلب بأمنيتك ولكن الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما ترجوه منه فضلا منه فالله متفضل طب إيه الفرق؟ إن ربنا يحقق لي أمنيتي وإن ربنا يتفضل عليها أن الله سبحانه وتعالى ما جاء لينفذ لك ويكون طوع مرادك بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولذلك قال لنا في الحديث القدسي أنا عند ظندي عبدي بيه مش أفعل لعبدي ما ظن به وعشان كده معنى الحديث مهما ظن به عبدي ظنا جميلا حسنا سيجد ما عندي أفضل من ظنه وعشان كده سيدنا حسن البصري بيقول حكم جميلة ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب هو صدقه العمل يا سيدنا حسن البصري كبير الزهد كبير الفقهاء سندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي واحد يقول ما احنا عارفين أن الحب مش بالتمني آه أنت عارف كده عقلا لكن عمليا حياتيا أنت ما بتعيش كده بتعيش كده ليه والزاك بتبقى فأوقات كتيرة جدا جدا تفضل تقول إيه ما خلاص يا ربنا سبحانه وتعالى عارف أن أنا عملت الزنب وضعيف وأنا ضعيف قدام نفسي فإيه يعني إيه ضعيف قدام نفسي خلاص يا ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بقى عيسى ويها بقى